موسيقى و بآخر فقراتنا أحبتنا المشاهدين بحلقتنا لليوم كما تحدثنا أخصائية التغذية الأستاذة ديمة الكيلاني حاضرة معنا رح تتحدث عن وجبات أمامنا فيها قيمة غذائية كبيرة تحديدا تعنى بأطفالنا و رح نسلط الضوء و نركز على موضوع الخضروات تحديدا أمامي بازيلة بندورة خيار ليمون مجفف يعني فقرة صباحية بها طاقة إيجابية و مادة غذائية صحية حقيقة لأطفالنا أسعد الله صباحك أستاذة ديمة صباح الورد كيف حالك مش حم تمام الحمد لله رب العالمين طبعا اليوم فقرتنا كمان زاهية بالألوان صحيح و قيمتها الغذائية كثير غنية بالفيتامينات بالمعادن كلنا منعرف أن الفواكه والخضار تعطينا كثير عناصر غذائية مهمة لصحتنا زي ما حكيت الفيتامينات الأملاح المعدنية و كمان بنفس الوقت عم تعطينا سعرات حرارية قليلة بالنسبة للقيم الغذائي اللي بتعطينا إياها عشان هيك حلو ندخلها في نظامنا الغذائي فالصورة هلأ بتبين لنا أنه كيف التوصيات من خلال النموذج اللي اسمه صحني نعم من هذا الصحن عم بيفرجينا كيف أن أسمي المجموعات الغذائية خلال وجباتنا الرئيسية فمنلاحظ بالصحن هون أنه الخضار والفواكه عم تاخد نص الصحن فهذا بيبدأ أنه نتطلع أداهية كتير مهمة ندخلنا في غذائنا اليومي لكن للأسف أطفالنا مش كتير بيحب ديما أنا بدي أستوقفك عند هذه الجزئية قبل ما نتحدث الآن عن الخضروات اللي أمامنا وهذا التنوع والألوان الجميلة من خلال خبرتك وأنتي أخصائية تغذية حقيقة إحنا كأسر كأولياء أمور بتلاحظي أنه منقدم لأطفالنا وجبات صحية حقيقة فيها قيمة غذائية كبيرة صحية أم أن هناك في قصور مننا يعني كربات منازل تحديدا أو كأمهات أنهم يصلطوا يعني ضوء على هذا الشيء أكيد إحنا كأهل دائما بنحاول نعطي أبنائنا يعني يعني شيء الفيد صحتهم مرات برضا بنعطيهم الشيبس والشوكولاتة إنه أساس ترفيه إنه ينبسطوا هلأ مو غلط نعطيهم هاي الأمور لكن بنرجع ناكل بالأصل يكون فيه أكل صحي نحبب الأطفال بالقيمة الغذائية أو سوري بالأطعمة الغذائية الصحية نحببهم فيها هذا واجبنا إحنا والطفل من هو صغير بتقبل هاي الأمور هلأ كيف نحبب الأطفال بالخضار والفواكه ننقنع الطفل من هو صغير نحكي له عن فوائد الخضار عن فوائد الفواكه بتقبل الطفل هذا الموضوع ممكن كمان إنه ناخده معنا لما نروح نشتري خضار ونشتري فواكه ناخد الطفل معنا يصير ينقيه الأشياء اللي بده يأكلها خلال أسبوع يقعد يأكل من الأشياء اللي هو اشتراها هل بيحبب الطفل بهذا الأشي يعني بنصيحة صحية من خلالك قبل ما نستعرض الآن المواد الغذائية والخضروات أمامنا لمن يشاهدوك الآن يعني الأمهات بمنازلهم حقيقة لازم يكون فيه مادة غذائية قيمة لأطفال وحسن حظنا كمان خلينا نحكي الأطعم العربية اللي إحنا من طبيخنا المحلي الملوخية اليخاني السبانخ هاي بتضيف للطفل المطلوب منهم من الخضار والفواكه دير بالك هلأ الاحتياج تبعهم كتير بسيط مش ضروري يعني يأكلوا طفحتين كبار على سبيل المخال مع نص موزة مثلا أو موزة كبيرة لا كتير احتياجاتهم بسيطة من هاي المواد ممكن نأمل لهم إياها بطريقة كتير سهلة بدون ما يحسوا فيها فطبيخنا إذا الأم تقريبا تحاول يكون طبخاتها بلوخية فصولية الورق العنب الكوس المحشي هاي كلها يعني غنية بالخضار الساندويش مثلا تحاول تدخله بالساندويشة شرحات إخيار شرحات خاس شرحات بندورة مثلا إذا بتقليله بيض تدخله شوية فليف الملونة بيستمتعوا الأطفال بهذا الموضوع بدنا ننتقل الآن للقطاعات اللي أمامنا يعني أنا بشاهد الآن بازيلا وبندورة الكرازية يعني اللي هي تشيري تشيري توميتو فراولة ليمون مجفف خيار هذه الفواكه أمامي ليست بحقيقية أنا حبي جمعها مجسمات كبيرة لنجاص عندنا فليفلي حلوة موز جزر تفاحة أيضا نشرح عن اللي أمامنا أنا هنا حضرت اليوم أفكار كيف نحبب الأطفال هلأ معظم الأطفال تعطيه حبة مندورة خيارة ممكن ما يأكلها يأكل نصها فكيف نقدر نحببهم هلأ أول إشي هون مثلا كيف حضرنا ممكن يعني مش رح يكلف الأم أي إشي يعني حتى كلفتها كتير بسيطة ما عليها غير تجيب ستيكرز نعم وغلاف بلاستيكي اتغلى في حبة الفواكه أنا هلأ هون جبتهم كبار عشان يبينه على الكاميرا عشان آه تكون واضحة بس للأطفال يتذكروا الأهالي إنه إذا حبة صغيرة بتكفيهم مش ضروري يأكلوا حبة كتير كبيرة فممكن تحط ستيكرز الشخصية اللي طفلها بيحبها سنافر مثلا إذا ما في ستيكرز عندها ممكن نبقى لهم تخطيط ترسل يعني بشجع الطفل أنه يتناول هون مثلا أنا رسمت بس بكل بساطة هون حطة تنجوم وبصراحة هون ابني ساعدني فكمان تقدر تخلي أطفالها يغلفوا معها الفواكه ممكن يغلفوها كلها لأسبوع كامل بدل يمكن فيه إمهات بيشتغلوا مثلا ما بيقدروا يحضروا كل هاي كل يوم الصبح تقدر يوم واحد تحدده وتحضر كل هاي الأمور كل يوم هلأ عشان المدرسة برده قربة تقدر يعني ياخدها طفلها على المدرسة رح يكيف لما يشوف أنه هيك في رسومات هلوة في شيء مشاجعة يعني صحيح أو بيحاكي ذهنيته أيضا حتى بتناول الطعام تحط الشخصية أكيد كتير محفزات يعني ممكن نطلق عليها محفزات بدل ما هو ياخدها زي ما هي مقطعها يعني بميل مع الأيام هلأ كمان هون حطيت هذا بصح إن هيك لحاله إنه ممكن طريقة تانية إنه تحط الأم هذا على مائدة الغداء أو العشاء أو الإفطار على سبيل المدرسة هون في حال أهل هون مثلا زي ما حكيت طاولة بالمطبخ على مائدة الغداء نعم غرفة القعدة ممكن تحط أي نوع كل يوم شوف يمتوفر عندها تحط أي شيء حتى لو عندها خيار تقطعه تحطه هلأ كمان فيه كثير الأطفال بيحبوا البندورة الكرازية بيحبوا كثير الفراولة عشان هيك أنا اخترتهم هلأ اخترت هون الليمون اللي مجفف لأنه برضه نعتبر الفواكه المجففة جزء من الفواكه بتنصح فيها ديما يعني الفواكه المجففة أحسن له من أنه ياخد كاندي بتصفي بديل كثير أحسن عم بتزوده بالأليات تيمة غذائية كبير الكاندي ما عم بعطيه غير سكر فما بيستفيده منها هلأ الحبوب الفواكه المجففة تقدر تنجابه من أي مكان وفيه هلأ رينج كتير يعني متنوع من الفواكه المجففة فيه مش مش مجفف حتى التمر نفسه منعتبره فواكه مجففة ففيها تستخدمه هلأ هاي كمان كتير بسيط لخيار تقطع أصابع يعني كتير بلاحظ الأطفال ومن ضمنهم بنتي إنه أنا عم بقطع ما بتحب السلطة فأنا عم بقطع بالسلطة معقول ما بتحب السلطة ما بتحب السلطة فأنا عم بقطع بتلاقيها بدها تاكل بتزرق شرحات يعني شرحة الخيار شرحة فليفة الخضرة فهلأ شو صرت أعمال أحط أحسب يعني إطعة خضارة زيادة إطعة فليفلة زيادة فبتصفي الطفل أكل من مكونات السلطة قبل ما ينحط طبق السلطة على الطاولة فهي يعني فكرة إنه للأم إنه صير تستخدمها يعني هي مهارة أيضا بالقيمة الغذائية العالية إذا تحدثنا عن الخضروات الصحية كوجبة أطفال وقد يتحدث البعض أنه بحاجة لتركيز إذا تحدثنا عن التنوع اللوني الغذائي محفزات حلو وكمان للأطفال بالذات والأطفال الانتقائيين إنه ما نعطيهم الفواكب بشكلها الكلاسيكي هيك زي ما هي إلا بحاجة شوي نحببهم فيها خاصة الأطفال الصغار بالعمر وكمان هون في فكرة حلوة عموضوع البازيلة يعني أنا لفتات نظري هاي بازيلة مشوية وطريقة إنه بتصير مقرمشة يعني بدل الشيبس بدل جميل والله أنا بدي أدوقها يعني كونها مشوية شوف تصلح يعني جميل طعم شوية واضح يعني هلأ بتقدر تحط أي نوع خضار جزار كوسة وتحط بالفرن ساعة ساعتين تقريبا لي أرمش هلأ يمكن مش ما أرمش معك لأنه لا نوعا ما بس طعم الشوي واضح يعني وبتحبب بالطفل مش نية أفضل من البشار أو لا البشار يمنح كمادي غذائية جيدة بشار ما عليه أي إشكال بالعكس لا لا بالعكس كل ما يكون الصن في الغذائي اللي عم ناكله من مصدر طبيعي وأقل ما يمكن العمليات التصنيع حصلت عليه الطفل بقدر ياخده فالبشار بس مجرد حطينا زيت ويعني فرق عرفت كليل صحيح صحيح لأنه سريع التحضير كمان يعني بنفس الوقت المشكلة لو أخذ البشار بالعكس سناك كتير منيح يعني منيح يعني أنه جبت كمان سيرة البشار الدرة نعتبرها من الخضار فالإن فيها تعطي الطفل يا درة مسلوقة يا كلها في المعلقة وتحط نكهات مختلفة مثلا مرة فلفل أسود بودرة التومة بودرة البصل هاي ممكن تجيبهم من عند العطار بتلاقيها في أي مكان هذا بيجي مطهون بتجيبهم من أي مكان يعني متوفر صار هلأ هاي نكهات متوفرة بشكل كبير بأسواقنا فبتقدر تستغلها يعني حتى البازيلا هاي حطيت عليها ملح بودرة التومة وشوية زيت وخلطناهم وحطناهم بالصينية بدها بالفرن بدها ساعة ساعتين على 180 أي نوع خضار بيقدروا يعملوا وكمان حضرت أفكار نقدر نشوفها عن طريق الصور احنا منشاهد الآن يعني أطباق متعددة من خلال السلايدات والصور أمامنا ممكن تعمل عشاكل سياخ فواكه تنوع فيه يأكلوا الطفل إذا كان سيخين ثلاث بيكون تقريبا أمن احتياجه عن الفواكه نحن نشاهد عناب منشاهد فراولة منشاهد شرحات تفاح أيضا متنوع يعني هذا بيطلب مهارة ديمة حقيقة أو فن خلينا نحكي فن وبحاجة أن يكون فيه هدوء يعني هيك وتركيز للقرب المنزل صح هاي الأفكار عرضتها للأم اللي شوي مستعجلة هون ممكن تلغطها للأم المستعجلة المستعجلة عندها شغل الآن اللي مش هادوء الصور لا هذا بده مش هادا مستعجل هذا سهل يعني عليها تقطع خضار لبنة التغميس لبنة مع البهارات اللي بيدهيع أو اللي بيرغبها طفلها بصير يغمسوا بالخضار كتير بينبسطوا الأطفال على هاي الأصاص كمان في الصورة التانية نفس تقريبا الخضار بس طبق آخر كتير سهل وحمص محطوط عليه حمص جميل جميل البطاطا أو النشويات يعني حب أنا بصراحة أستفسر عن هذا الموضوع كثير سواء البطاطا الجاهزة اللي من خلال المحلات التجارية أو البطاطا المنزلية يعني القيم الغذائية وتأثيرها على صحة أبناء الآن البطاطا تعتبر من الخضار هاي مشاهد طبق يعني جميل برضو هاي هاي حلو إنه حتى لو الأم مشغولة هي مرات بدها تقعد يعني شوي مع طفلها ممكن هي وطفلها يعملوا هاي يشكلوا مع بعض الفواكه تكون أعططوا إشي صحي وقضت وقت ممتع كمان مع ابنها جميل هاي دائما كمان حكيت قبل هيك بفقرات سابقة نعم عن كيف الواحد الأم تعمل جدول تحفيزي لطفلها إنه إذا اليوم أكلت خضار هي إلك نجمة منحط نجمة بالمربع إذا إلك هذا ممكن نشاهده يعني بغرفة أبنائنا أم على أباب التلاج مثلا هو أباب التلاجة صحيح عسيرة التلاجة برضو فيه سلايد لو نرجع له أو تاني سلايد لو نرجع له ممكن أنه الساب جمعة يعني نشاهده آه فيه سلايد أول فيه زي جدول إنه كمان حضرته فيها الأم تلزق وتتبعه من الإنترنت من أي مكان تقدر هي شوية تشكله وتحطه على التلاجة إنه هيك برسومات حلوة خضار إنه بتقدر يعني مثلا تحط صورة خضار يعني صور تحفيزية أيضا نحن مشاهل فيه شغلات ممغنطة يعني ممكن بتنحط على باب التلاجة ممكن تشجع الطفل زي هاي مثلا اللي محطوطة على الشاشة هاي تقدر تطلعها من أي مكان من أي يعني موقع من الإنترنت نعم تطلع فواكه أو بالإنجليزي بشتبال تطلع لها هاي الصورة بتحط أطعمة مفيدة بانتظارك في الداخل فهيك بنبسط الطفل بصير عنده فضول يفتح التلاجة ويشوف شو هي الأطعمة المفيدة الموجودة يعني لو كان بانتظاره مثل هيك خضار رح يقول لا يعني ديما أكيد ما رح يحكي لأ ابنا وفي عليها استيكارز وشغلات محفزة أنا بدي أشكرك لهذا تنوع الغذائي الصحي وهذه الرسالة من خلالك بالإضاءة الصباحية بقيمة غذائية حقيقة لأبنائنا وبسوأ نركز على الغذاء الآمن والسليم والصحي حتى يستفيد منه أبنائنا أنا بدي أشكرك جزيل أشكر أخصائية التغذية ديما الكلاني وسنذهب إلى الصفاوي بتقرير نوعي مميز يعنى بشجرة أحبتنا رح نتعرف على هذه الشجرة من خلال هذا التقرير وبعد ذلك الختام رح نشاهد التقرير رح نشاهد التقرير